طيب قراءة في جورنال نتكلم عن فصل الأديب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ أشرت إليه إزاي حكيت حكايته إزاي ابتدت سيرته منين كان إيه اللي يهمك في مشواره علشان تضمه ضمن كل السير اللي كتبتها هو الأستاذ نجيب طبعا أساس يعني ما نضموش للسيرة هو نبدأ بها أي شيء طبعا طبعا أكيد مفهول يعني يمكن أنا بأدور دائما على حدوتة من الشخصية نفسها طبعا مستمدة منه الجورنال في حد ذاته هو عنصر شعبي شوية ابن بيئته شوية حسي مصري كده وابن الناس البسيطة يعني كتاب مش كتاب نغباوي يعني تلجي كل القطاعات بتجرى الجورنال وبشوف إن أنا جيب معفوظ أديب خرج من القطاعات دي القطاعات البسيطة اللي بتنتصر للهامش يعني الكتابة اللي هي الجريدة دي جريدة اليومية هو قراءة كتاب في حد ذاته الجورنال ده بس كتاب مش نغباوي مش متخصص كل القطاعات ممكن لازم تجرى الجورنال وبتتفاعل معاه وبتتعطاه فانجيب معفوز خرج من العالم البسيط ده جدر انه هو نفسه كان منشغل جدا بفكرة الجرنال لو هلازم يجرأ الجرنال يوميا طبعا فاستمديت والجرنال أنا أسفع لمؤطيتك بس هو الجرنال فعلا مرتبط بالناس البسيطة كناك دايما نشوفه على الأهاوي لقي كباية الشاي وقاعد بيرها لازم يرى الرجل كبير كده فانجيب واحد من الناس البسيطة دي بشكل عام في حياة وبعدا عنه هو عظيب عظيم وكاتب كبير جدا عربي وعالمي لكن هو إنسان في حياته كان إنسان بسيطة بايش الحياة العادية خالص يقود على الأهوة ويرى الجرنال والأهوة الجميلة فكان فيه صورة مشهورة خالص لنجيب معفوز وهو يعني ماسك جرنال كده فنجيب معفوز يفوز بجائزة نوبل فازاي الواحد يجف يعني مزهول قدام الصورة دي هذا الإنسان المتواضع بيقرأ الجرنال المكتوف فيه يعني كأنه نهاية الرحلة اختام يعني نجيب معفوز وهو ماسك الجرنال بكل بساطة وبيتعامل عادي جدا فأنا في اليوم ده لما الطلب مننا نكتب عن نجيب تخيلت هذه الصورة ماذا سيقرأ نجيب معفوز في الجرنال ده نجيب معفوز بكل علاقاته مع صفحات الرياضة مع صفحات الفن ومع صفحات المرأة ومع صفحات الحوادث المنوعات والأبراج وعلاقته بيها مع صفحات المال ومع صفحات السياسة الخارجية ماذا سيقرأ نجيب معفوز في اليوم ده اللي هو أكيد يعني هنقدي جرنال عن نجيب معفوز في نهايته أو في الصفحة الأخيرة اللي نجيب معفوز لا يهتم بيها تماما أو ما كانتش يتشغله في الرحلة نجيب معفوز طولوقت كان بيستمتع بالرحلة بس تو جيت بهذا الخبر البسيط أو هذا المنشط العظيم نجيب معفوز نجيب معفوز بجائزة نوبين أنا يقرأ في الآخر بس نجيب معفوز لما يفتح الجريدة ويجرى معايا صفحة المرأة إعلقته بصفحة المرأة هو ودور المرأة في حياته في الحوادث مثلا نجيب معفوز تعرض لحادثة اللي كانت محولة الإغتيال وكان بيستمد بعض القصص من صفحة الحوادث وهو ذكر ده في قصتين دي أنه استمد أحداثهم أصلا من صفحة الحوادث سوى مثلا اللص والكلاب أو كان في قصة قصيرة تاني برضو هو ذكر أنه استمد أحداث كلها كان يستمد يوميا من الجرنال صفحة الحوادث الحادثة المشهورة دي فالرجل ده هيجرى في الجرنال في السياسة في المال وعلاقة نجيب معفوز بالمال إيه أول دخل دخلوا في حياته أو إراد كسبوا قيمة جازة نوبل المادية هو كان بيتعامل مع الفلوس إزاي بشكل عام وكان بينظروا للأدب نظرة مادية إزاي أو ما بينظر لهاش بشكل عام أنا هتميت بإيه بهتم بالجانب الإنساني في الأول في الأخير لأن أنا بعرض سيرة والجانب الإنساني هو اللي حجج الجانب الإبداعي أكيد يعني إزاي الإنسان يصل لمنجزو لو هو عنده مثلا حياة مش مستقرة لو هو ما عندهش حياة منظمة أنا جيب معفوز كان شخص منضبط ساعة فبالتالي أنا عايز أقول مش عايز أقول لكن أنا بعرض السيرة اللي عايز أشوف حاجة هو اللي يشوفها أيها لكن هذا الرجل كانت حياته منضبطة جدا ومثالي جدا وبيحترم عمله جدا وبيحترم الكتابة اليومية جدا هو إزاي برضو بيشوف الكتابة وإزاي بيشوف فكرة الموهبة وإزاي بيشوف فكرة الإنسان وإزاي شاف المرأة وإزاي تكلم عنها وإزاي شاف الناس البسيطة وإزاي يحكد عن مصر وحاجات كثيرة جدا بشكل عام ده اللي أنا بعمله اللي هو بشوف الجانب الشخصي الإنساني اللي يوصل للمنجز يعني ممكن المنجز ده هنتكلم فيه صح بس اللي يهمنا هو إزاي وصل يعني إزاي الرحلة دي أصلا والجانب الإنساني أعتقد هو جزء كبير جدا من سبب نجاح أي حد وجزء كبير جدا من سبب تميز أي ناجح في أي مجال هي التجربة بشكل عام بتجف على الجانب الإنسان الإنسان لو مش مستقر بشكل إنسان ومش محجج حياته بشكل إنسان أظنش أنه هو حجج أي منجز بشكل إنسان أجاتها كريستي واختفاقها من حياتها 11 يوم حكاية الأحد عشر يوما وده كان فصل من الفصول أو سيرة من السير اللي حضرتك ذكرتها ليه 11 يوم اللي اختفت فيهم تحديدا اخترتهم وطبعا هي كاتبة من الكتاب اللي بيشتهروا بكتب الرعب والتشويق والجريمة والحاجات الزي كده حكيلي شوية عن إيه اللي لفت انتباهك فيها يعني زي ما قلت لحضرتك أنا في الأول في الأخر باستمد الحدوتة من حياة الشخص لفت انتباهك 11 يوم أنا في الأول بيبقى فيه فترة إعداد للمفكرة نفسها قال له يعني خلاص أنا عرفت أنه أنا هكتب عن أجهزة كريستي بس إزاي هكتب عن أجهزة كريستي فأبدأ آرة كتير جدا عنها لحد ما أطلع بالتفصيلة دي اللي هو طب أنا قدام ست هي أصلا مهتمة بأدب الجريمة مفهوم في حياتها 11 يوم هي قيل إن هي فقدت الزاكرة فيهم وإن هي تخطفك اتحدث شعير جدا يعني وإن هي اختفت فيهم لما حتى سألوها هي في نهاية حياتها سكرتيرها سألها أو هي بتكتب مذاكراتها عن 11 يوم دول هل فعلا أنت فقدت الزاكرة فكانت ها تحكي وبعد كده قالت له يعني ها مش حكي عن 11 يوم دول فهي لم تحكي تماما عن 11 يوم دول لكن العالم كله عارف أن أجهزة كريستي المفروض أنها لما تعرضت لشيء ما في حياتها مع جزء فتعرضت لأزمة نفسية فاختفت 11 يوم وقالوا أن هي تعرضت فأصبحت المدينة كلها بتبحث عنها إلى أن وجدها صحفي في فندج على أطراف المدينة كده لو هي ده سيدة كريستي فقالت له لا افتكرت أنا كنت فقدة الزاكرة طيب من اللي يرهني أنا شخصيا على أن هي كنت فقدة الزاكرة أو لا هي ستقلت أنا ما كنتش فقدة يعني مش فاكرة أو مش عايزة أتكلم طول الوقت فلما جريت عنها كتير لجيت أن دول يصلحوا أن هما شبه حياتها أن في حادثة وقعت في حياة أجهزة كريستي 11 يوم سرين هادي الست اللي جالت أن أنا تريزا نايل هي تلبسيتها شخصية أخرى وراحت سكنت في فندج وجالت أن أنا كان عندي ولد قتل في الحرب فأنا جاي يعيش في فقعدة في الفندج ففي 11 يوم ايه اللي حصل في زاكرة الست دي من عصف زهني من تداعي لذكريات هل افتكرت طفولتها وهي ومها بترعاها هل افتكرت بدايتها مع الكتابة هل افتكرت زواجها من زوجها الرجل المهتم بالأثار هل كانت حكيت كمان عن اللي لسه ما حصلش لأن في بعض الحداشة اللي يوم دي حصل عالم فأنا بفكرة إنها ربما لم تعرف وربما لم تتذكر لأنه لسه ما حصلش فبالتالي أنا كسوت راوي من حجي أن أحكي ده فيوصل للقارئ أو للمستمع بشكل غير مباشر المعلومة فبقول لنا أجهزة كريستي لم تتذكر اللحظة اللي حصل فيها كذا إذن هو حصل بس هي ما عرفتوش لأنه لسه هيحصل بعد كم سنة لكنها أكيد تذكرت ما حدث في طفولة وما حدث في شبابها وما حدث مع أصدقائها وما حدث في قصة حياتها مع الرواية ده اللي حصل بشكل عامل لأننا استمد الأمر من حياتها اللي لفت انتباه حضرتك هو ده اللي تكلمت عنه لأنه أشبه بسيرتها أشبه بمسيرتها الأدبية بشكل عامل هي مؤتما بأدب الجريمة فأنا لما أعرض حياتها أشوف حدوتها شبه حياتها بقاها سريع وفيها دراما ودي كانت من السير بصراحة اللي حاجة جيت نجاح كبير جدا جامل اشتركوا في القناة